بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمة تنتمنى الحبابي يكونوا بخير وعلى خير تنتمنى لكم صحاة والعافية تنتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير فائدة جديدة ووصفة جديدة لإبطال السحر الناس اللي عندهم أسحار الناس اللي عندهم مشاكل أو تسحروا في هذا العواشر الناس اللي تديروا السحر في عشرة لا بتيأثر على الأسرة لا بتيأثر على البيت لا بتيأثر على الأبناء لا بتيأثر على الناس اللي عندهم سحر المرشوش الناس اللي عندهم سحر المرشوش إلا درتي هاد الوصفة غادي يتفسخ القديم وجديد على النية ديال إبطال السحر كان عندك سحر في البيت وشكة بأنك عندك سحر ديري هاد الوصفة ديريها اللي يعزيز عليك وديريها لبنتك وديريها لولدك وديريها الأفراد لعائلة كاملة المرأة المطلقة دائماً تنهدروع لها المرأة اللي عندها طلاق بسبب السحر وأطر عليها هذك السحر مرد في عدمها وعطاها طاقة سلبية دائما الوقت اللي سي توفع لهذك السحر تتحس براسة بأنها مريضة وحاسة بخنقة وتتبغي تخرج تتبغي تطج ما تتبغيش في البيت دائما هي خارجها لا بتسجي الباب ديالها وخارجها من هذك المكان اللي تتكون فيه لأنها مخنوقة من المكان لأنها تصابت في السحر مرشوش أو عندها إنسانة متربصة بها أو عندها جارة سوء أو عندها إنسان يتربص بها في الطالعة أو في النازلة لابد أنها تصاب إما بالحسد وإما السحر المرشوش وإما بطاقة سلبية من هذك الشخص اللي عنده طاقة سلبية إذن طاقة السلبية تتبعد منها وتتحاول أنك تكون إيجابي وتكون إيجابي بالقرآن الكريم ما هما بضارين إلا بإذن الله وخاء تلقوا الجن والإنس يضرواك ما هما بضارين إلا بإذن الله لا بد تحصين لا بد آية الكرسي لا بد صورة الكافرون في وقت صلاة سبع مرات تحصين قوي لرد السحر إلى صاحب السحر أو الإنسان دائما يقرأ صورة الفيل 21 مرة في الصباح وفي المساء لأنه يتخلص من السحر ديال الأشخاص المؤديين الناس اللي تقاديوا الناس بدون سبب لا بد الإنسان يحصن راسه لأنه كان الناس لما تخافوش لله الناس اللي قاطعيني دهم من رحمة الله الناس اللي ما تخافوش وتيقولوا الله يا رانا تي أديوا الناس وتيصيبوا الناس بالسحر سحر العيون سحر المشموم سحر السحر المشموم سحر العيون السحر التمتمات لكن تكون جارة السوء تكون تتمتم عليك من بعيد وهي تتقرأ طلاصم وتتقرأ حويج اللي ما خاصه مشي تقرأ وهي غادي أدي وهي قبل ما يقادي هذا الشخص اللي قرأت عليه لأنها لابد غادي يكون عندها أبناء لابد غا يكون عندها راسة لابد غادي تكون هي تخاف الله أولا إذن الناس اللي ما سيخافوش الله تخافي منهم والناس اللي ما سيخافوش الله تتقولي أعود بالله من الشيطان شياطين الإنس إن الله مع الصابرين إذا صبروا إذن الله سبحانه وتعالى يمهل ولا يعمل الناس اللي تسحروا الناس لابد واحد نار غا يجي ربي غا ياخد الحق منهم لأنه ابتلك الله بساحر أو ساحرة أو جارس لابد تكون هذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى إذن تنقولوا حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصية إذن الله هو حسبك في أي إنسان درك بصحتك في حالتك في أولادك في مشاكلك تتقولي حسبنا الله ونعم الوكيل تركتيه لله تركتيه للخالق هو اللي تتولى أمره إذن محكمة السماء أقوى من محكمة الأرض إذن تطلبوا الله سبحانه وتعالى يكفو على الجميع من الأسحار تنخدموا في طاقة إبطال الأسحار الحمد لله الأدعية اللي تجيوني تنحس براسي الحمد لله هذه الأدعية يوقفوا معايا تنشكركم على الدعاء اللي تتعطوني وتأنا بدوري أي حاجة جيدة لهذه القناة تنحطها بدون تردد وبدون مقابل إذن عندك سحر عندك تابعة عندك قرينة عندك توابع من السحر عندك تمرين عندك مشاكل غال ديري هذه الوصفة هذه الوصفة اللي فيها إبطال السحر وقبول في نفس الوقت قبول في نفس الوقت سيكون عندك طاقة إيجابية إن شاء الله وغالي تكون عندك حمية بإذن الله الواحد القهار إذن خسني معلقة الحمد يكون معلقة الحمد تكون كبيرة عندنا حامضة تكون معتدلة أنا عنديها تصغير ثم أخذ حامضة تكون معتدلة أو صغيرة المهم حامضة اللي غادي تبقى ثلاثة أيام حدى الرأس ديالي ونتندوزها على الجسد ديالي غادي ناخد قلم وغادي نكتب أي لون أنا أكتبت بالأزرق وانتو ما أخذوا أي لون هذا أسود تقدروا تكتبوا به إذن غادي ندوزها على الجسد ديالي بعد ما بعد ما نكتب أعود بالله من الشيطان الرجيم غادي تقريها مرة واحدة ولكن غادي تكتبي هذه الآية على هذه الليمونة أو الحامضة قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سبطله إن الله لا يسلحه عملاء المفسدين اللهم ابطل عن فلانة بنت فلانة اللهم ابطل عن فلانة بنت فلانة إذن عملاء المفسدين اللهم ابطل عن فلانة بنت فلانة إذن أنتم اكتبوا أنا مبقاش لي في النكتب إذن عن فلانة بنت فلانة اللهم بطل عن فلانة عن فلانة بنت فلانة اذا تكسبوها وغادي تدوروها على الجسد ديالك غتدورها على الجسد ديالك وغتقريها 11 مره 11 مره غتقريها على الرأس ديالك ثلاث مرات على اليدين على اليمين على اليسار على الظهر على كل الزواية ديالجسد ديالك انسان اللي مصاب بالسحر ومصاب عنده تمريد عنده عقد عنده توقيف الحال عنده عراقل عنده مشاكل لابد يدير هاد الوصفة غادي نحاول ندوزها عالجسد ديلي ثلاث مرات وأنا تنقرأ احداشر مرة هاد الآية قال موسى ما جئتم بالزحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين اللهم ابطل عن اللهم ابطل عن فلانة بنت فلانة تدوزها عالجسد ديالك ثلاث مرات وانتي تقرأي احداشر مرة قال موسى ما جئتم بالزحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله لا يصلحه عمل المفسدين اللهم ابطل عن فلانة بنت فلانة اللهم ابطل عن فلانة بنت فلانة إن كان عقد أو السحر أو تقرأي الوقت لتدوز على الجسد ديالك بعد غادي تحطيها تحت الرأس ديالك الحرمل غادي تحطيه الحرمل الحرمل غادي تحطيه الحرمل غادي تحطيه اضع المنديل اضع المنديل ابيض قم بحلكة وضع الليمونة تحت الرأس تحت الرأس اضع اضع اخر وضعه تحت الرأس تحت الرأس حتى الصباح كل يوم كل يوم كل يوم تلات ايام ثلاث ايام تحاولي يوم الرابع اختاري اليوم اي يوم اي يوم بالنسبة لي انا اي يوم سمحوا لي اكيد اصدع اذا ناخد العسل يوم الرابع نحط العسل حلكة العسل اللي خليكم خليونا لايك ودعموا القناة وفعلوا الجرس اتابعوا مواضع هادفة الحمد لله ومواضع اللي فعلا تتعطي طاقة ايجة بالانسان حاولوا اتدعموا الفيديوهات الهادفة حاولوا انكم تعطونا اللي لايك سبحان الله قبيل واحد الفيديو سبحان الله ميتين واثنين وثلاثين ويالله خمستاشر لايك علاش حاولوا اللي خليكم وتحطوا اللي لايك وكونوا كورماء مع القناة اللي خليكم كورماء مع القناة إذن خلي خلي لايك هذا إكرام منكم فقط إذن سأخذ الليمونة اليوم الرابع لأنها خليتها ثلاث أيام ثلاث أيام قرأت عليها ثلاث أيام تقرأ عليها وتنفتي تقرأ عليها وتنفتي وبعد اللهم يسر لي اللهم يسر لي اللهم يسر لي بحق اسم الودود يا ودود يا ودود ودني مع جميع الناس يا ودود يا ودود يا ودود يا ودود ودني مع جميع الناس نساء ورجال الناس اللي ما عندهو مش قبول الناس اللي ما عندهو مش قبول يديرو هدي رأى ابطال و سبحان الله غادي يكون عندكم ابطال وفي نفس الوقت غادي يكون عندكم يكون عندكم ابطال وقبول في نفس الوقت غادي يكون عندكم طاقة إيجابية غادي نحطها فوق النار سوف نضعها على نار إما مع الفجر وإما مع الظهر وإما مع العصر هذو ثلاث أوقات اللي عندكم سوف تديروا فيهم هذه الوصفة لإبطال إذا كان عندكم سحر في البيت يتبطل كان عندكم السحر كان عندكم السحر في البيت سوف يتبطل ولكن أحبابي إما تبخروا في المجمر وتبخروا وتخطوا وتخطوا المجمر سبع مرات وتخلوا هذه الحامضة تحرق في المجمر ما غاديش تهزوها ولكن إلا تبخرتوا فوق البوطة حطوها وشعلوا لها النار على نار مهيلة تحطوها على نار مهيلة وتخليوا تحرق بشوية بشوية وإنتم تتردوا هذه الآية قال موسى ما جئتم باستحر إن الله سيبطلوا وتخليوا حتى تحرق مزيان جمعوا البقايا ديالها أو الرماد ديالها وغادي إن شاء الله تلحوه في مكان عاشب البخور فوق البوطة غير غادي تشموه فقط أو تزوى بمعلقة وتبخروا بها وتلحوها في مكان عاشب إذن حبابي إن شاء الله تديروها بيقين والله المستعان على كل الأمور غادي تحرق الاسم ديالها بالآية الإبطال غادي تبطل لها القديم الجديد إذن هذه الآية من أخطر الآيات هذه الآية نقسم لها بأنها تتبطل وقسموا بالله أنها تبطل السحر القديم الجديد وفي نصف الوقت صغر بنيا لذا أعطيكم طاقة إيجابية سبحان الله العظيم إن الله سيبطله إن الله لا يصلحه عمل المسدين إذن أحباب يخلونا لايك دعموا القناة فعلوا الجرس أبناوا بحول الله وقوته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته